بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. النهاردة جولتنا في سوق ديانة للتحف والانتكات. السوق موجود في وسط البلد شارع عماد الدين. اه احنا دخلين كده من اه عندي عصير فرغالي. محل عصير فرغالي. هو موجود في احد شوارع اه اه عماد الدين. يعني في احد النواصي يعني. فهندخل بقى كده احنا بداية معانا بتاع الكتب. اه اللي عاوز بقى يروح السوق يا جماعة. السوق بيبقى يوم السبت. بيبدأوا من بعد الفجر تقريبا لحد العيشة. اه في ناس بتفضل قاعدة لحد العيشة تقريبا. اه طبعا مش كلهم. بس اه بيفضلوا قاعدين مطولين. يعني بتبقى الدنيا نور والدنيا تمامه. الناس بتبقى برضو موجودة فبيكملوا لحد بالليل. اه اللي عاوز يروح السوق اه مش عارف يركب ايه. اه المترو هتبقى اقرب محاطة متروليوم العطبة. هتطلعوا اتجاه شارع ستة وعشرون يوليو. هتكملوا لحد بنك فيصل وتخشوا من الشارع اللي جنبه. يبقى انتوا كده آآ هتلاقوا بقى محل عصير فرغالي على الجنب. وهتشوفوا بقى ايه بداية كده بيع الكتب. بيبدأوا من يعني الشارع هناك بيبقى بدايته الكتب. الشارع الرئيسي اللي عندي سينيما عماد الدين. آآ سينيما ديانا. انا اسفة. سينيما ديانا بلس. آآ ده الشارع بقى بيبقى كله يمين وشمال وشرق وغرب مفروش. آآ تحف وانتيكات وموبيليا وحاجات جميلة جدا. وشغل انحاس بقى مش عايز اقول لكم شغل انحاس عامل ازاي? احنا هنا دلوقتي عند عم احمد آآ عم احمد الاناوي. آآ النهار ده بقى هنشوف الشغل اللي عنده جايب شغل حلوين قوي. كلهم حاجات جديدة. آآ بصوا عنده آآ جروبات وعنده ساعات وكمان عنده كستات وسماعات. وهتلاقوا حاجات عنده حلوة قوي قوي المرات دي يعني شوفنا عنده شغل كويس قوي. الجروب اللي انتو شايفينه ده بست تلاف جنيه. آآ اللي كان لونه دهبي. في كمان عنده حصان هنشوفه مع بعض. الساعة دي برضو كانت حلوة قوي بس انسيت اسأله على سعرها. من طبع القجرات دي نحاس. بصوا كمان الحصان ده كان سعره سبع تلاف جنيه مش جكله كان هاي القوي. كان في كمان عنده آآ فاستين بالآ بطبق معاها هنشوفه برضو مع بعض. ما هم? الفاستين وفي معاهم طبق هنشوفه. التلات قطع دول كان سعرهم عشر تلاف جنيه. طبعا انتو ازاي ما انتو بتسمعوا كده آآ احنا بنتكلم في لفات. آآ هما السوق آآ يعني مش هنقول عليه سوق شعبي. يعني هو يعتبر من ارقى الاسواق الشعبية. آآ آآ بيبقوا فرشين في في الشارع كده وآآ آآ وزي هم زي بصوا كمان الجروب ده تسعة تلاف. زي هم زي اي سوق عادي. آآ بس آآ بتالي بيتميز بمعروضاته بيتميز كمان بأسعاره. دايما بننزل الاسواق بتبقى الاسعار فيها رخيصة وآآ وبتبقى الحاجات آآ يعني في متناول اليد. بس السوق ده مميز جدا. مميز بزبينه مميز بالبايعين اللي فيه ما بيعرضوش اي حاجة. شغلهم كله زي ما انتم شايفين كده حاجة راقية وجميلة جدا وحاجات كلها آآ قيمة. كده آآ دي الحاجات اللي موجودة عند آآ عم احمد اناوي. في كمان عندنا السعة الكبيرة دي. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو آآ ويا ريت تزودوا شوية من اللايقات لانتم بتنسوه. بتتفرغوا على الفيديو وبتعملوش اي لايك خالص. فياريت آآ تعملوا لايك للفيديو. لو مش مشتركين في القناة تشتركوا. بصتوا كمان الساعة دي كانت بقى الف وخمسمة الجلي. وكمان اللي الناس بقى اللي مش بيوصلها اشعارات الفيديوهات بتاعتي. يلغوا الاشتراك. وفعلوا من اول وجديد عشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم الاشتراك بتاعه على طول. لان في آآ ناس قالتني احنا يعني احنا مش مشتركين عندك. بس آآ القناة بتاعتك ما بقيتش تظهر الفيديوهات بتاعتك ما بقيتش تظهر عندنا. آآ فانتم ممكن تعملوا بحس وتجيبوا القناة وتلغوا الاشتراك وتفعلوا تاني. وتشتركوا من اول وجديد. هتلاقوا اي اشعار فيديو ينزل يوصل لكم على طول. وهنا كمان كان فيه الفاسطين اللي شفتون بتلات تلاف وكان فيه التابلو ده كمان بسبعمائة وخمسين جديد. ما شاء الله كمان النهاردة السوق كان آآ على فكرة انه كنت موجودة هناك العصر. آآ احنا هنا كنا العصر تقريبا نجو ممكن بعد العصر بشوية كمان. آآ فما شاء الله يعني كان فيه ناس كتير وكان فيه شغل كتير ما شاء الله. انتم عارفين آآ الناس اللي بتنزل بدري بتبقى بتبقى نازلة عشان تاخد الحاجات آآ اللقط. آآ او الحاجات المميزة. فيه ناس بتنزل بدري مخصوص عشان تشوف المميز هناك تاخده. وطبعا اي سوق كده يعني يفضل انت تنزل بدري عشان آآ الحاجات اللقط آآ تبقى انت انت اللي تفوز بيها. آآ بس ما شاء الله يعني برضو آآ احنا بعد العصر ولسه فيه شغل ولسه فيه حاجات كتير قوي. شغل ان حاس طبعا كتير جدا في في السوق. آآ فيه كمان هنلاقي بصوا بقى الرفيع بقت كتير كمان. آآ بصوا اطباق فناجين مجات يعني حاجات كتير قوي كمان الشنط يعني شنط السفر دي كلها طبعا مستعملة بس حالتها كويسة. آآ فيه برضو هدوم يعني هنشوف برضو هدوم. ده جهاز بكر. بصوا كمان استندا هو كامل عليه دوم شت ورجالي. يعني كمان ده موجود يعني هتنزلوا تلاقوا كل ما تتخيلوا. آآ تقريبا الناس بقت بتشوف يعني مدام هو السوق والناس فرشة فيه وليه يوم معين فممكن يتحط فيه اي حاجة. آآ فهتلاقوا بقى حاجات مختلفة غير التحف بس طبعا السائد هناك وهو التحف. في كمان الاصطوانات دي يا جماعة بقيت منتشرة جدا في السوق موجودة كتير قوي. هنا احنا بقى عند طارق آآ بطارق عنده ده ميزان حساس ومعايا الموازين بتاعته كمان الصغيرة. الميزان ده بتلات تلاف وخمسمية. آآ كمان انا احب اشكر كل اللي تواصلوا معايا عشان آآ جالري الاستاذ احمد رفعت او رفعت انتكس آآ آآ قدي ايه ناس كتير كلمتني وتواصلت معايا على الواتساب وقالت لي قدي ايه الجالري حلو جدا وكانوا مبسطين جدا بالحاجات اللي كانت موجودة فيه. هو فعلا آآ كانت آآ في حاجات حلوة قوي قوي معارضات جميلة جدا جدا حاجات تحف وحاجات ندرة آآ انا شخصيا كنت مبهورة بالمكان وبالزوء وبالشياكة الحاجات دي آآ يعني او الناس دي اساسا آآ حابة المهنة اللي هي فيها فمدياها رونقها ومدياها الطبع الخاص بتاعها فانا آآ مبسوطة جدا ان في ناس كتير اتفعلت معايا وفي ناس قالتلي شكرت جدا في المكان وقالتلي قدي ايه هو شكله جميل وفي ناس طبعا قالتلي لازم نروح ولازم نزوره طبعا فقدي انا كنت مبسوطة جدا بالاسناءات دي فآآ بجده هو فعلا مكان جميل انا انا فخورة جدا ومبسوطة جدا ان انا صورت المكان ده وكان لها الشرف ان انا اصور فيه. آآ بصوا كمان الطقم ده كان بتلات تلاف جنيه ده طقم كامل بكرتنتو. ده صيني عادي. اوكي? في كمان عندنا السجادة الحرير دي وكان بيقول لي اتناشر الف. حرير. حتى اعتقد باين على الشرشيب بتاعتها. آآ لو حابين بقى تسألوا عن مقساتها وكل الحاجات دي بتتكلموا مع طاري وممكن يصورها لكم. في عندنا طاقم الشاي ده شاي وقهوة ده طاقم انجليزي. والترابيزة اللي تحتي دي شنو ها? الترابيزة دي بستة لاف جنيه. وهنشوف الطاقم كمان اللي فوق بكام? بصوا دي بستة لاف. الترابيزة على فكرة. اما الطاقم بتلات تلاف انجليزي. آآ سايبها الكبار ده رقم تليفون طاري عشان لو حابين تتواصلوا معايا تسألوا عن اي حاجة. آآ اللي بيبقى بصوا كمان في الفاترينا دي كانت بعشر تلاف جنيه انجليزي برضو. آآ بالنسبة للبيعين اللي هناك يعني لو بيكون معايا رقم تليفون حد بحاول الناس بيقولكو برضو لان بلاقي ناس بتتواصل معايا وبيكلموني وبيسألوني عن حاجات معينة طب آآ نتواصل معهم ازاي? احنا عايزينها. فبصراحة ببقى زعلان ان انا مجبتلكمش اه ارقام تليفوناتهم فبحاول على قد ما اقدر آآ اجيب لكو آآ ارقام تليفونات آآ الناس اللي بصور عندها شغل كتير. انا ازل لكو ارقام تليفوناتهم عشان تقدروا تتواصلوا معاهم ولو حابين تاخدوا منهم حاجة يبقى التليفون بيسهل لكم كل حاجة. في كمان عندنا الترابيزة دي الترابيزة دي كانت بقى الف جنيه تقريب الف جنيه عندنا كمان اللي ديك اللي انتم شايفينه ده مورانو. آآ ده بالفين جنيه. حلو قوي ديك ده. عندنا كمان القطع دي القطع دي بستمائة جنيه وآآ كاليزوني. قطع دي كاليزوني بميت بستمائة جنيه القطع. والترابيزة زي ما قلت لكم بالف جنيه. تعرفين المورانو ده يعني مش بنشوفه دايما وآآ ونادر لما تشوفوه او تلاقوه. خلصنا كده عند طارق هنكمل مع بعض. فعلا سؤل عجب تلاقو في حاجات عجيبة وحاجات غريبة وحاجات قديمة جدا. لما تشوفوها تفتكروا ذكرياتكم على طول. هنا بقى احنا عنده عالي. آآ يمكن اكتر حاجة لفتت نظري عنده. المشاة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. برضو سبت لكم رقم تليفونه عشان خطر المشاة دي. المشاة دي شكلها تحفة بصراحة وانا كنت مستحرمة رميتها على الارض كده. آآ سعرها كان الف وخمسمائة جنيه. جميلة جميلة وملفتة للنظر جدا واي حد رايح او جاي لازم يبص عليها. هو زاكي او ان هو حطها كده بس انا كنت ازعلان ان هي محطوطة على الارض لان هي فعلا قيمة جدا وشكلها ظريف. طبعا عندنا عدد تليفونات بتبدأ من اول ميتين جنيه. بصوا دي مطحنة هو قال لي على سعرها خمسمائة جنيه على ما اعتقد يعني مطحنة كبيرة وقديمة بشكل يعني اه اه اديمة اديمة وبيقول لي شغالة يعني لو حدتي فيها اي حاجة وتعنطيها بتتطحن. المطحن اللي داويه القديمة بتاعتنا. بصوا المايكات القديمة برضو. شكلها حلو جدا بالاستاند بتاعها جميلة. بصوا بقى تلقوا اجهزة الكاسيتات الباك اوب البكر. آآ جرامافون. كل الحاجات دي موجودة موجودة كتير جدا بس الجرامافونات بقى انتو حزقوا فيها لان انا ملاحظة ان هي الفترة اللي فاتت دي بقت قليلة شوية او قليلة كتير كمان. آآ الكاميرات القديمة سواء كانت فيديو او فوتوغرافيا كل الحاجات دي شو لان حيز بقى مش عايز اقول لكم ايه كتير. آآ فيعني هتلاقوا حاجات حتى الموبيلية بينزلوها يعني. لما بيكون حد معا قطعة موبيلية بينزلها. هنا بقى هندخل على بيتر. يمكن بيتر ما كانش عنده شغل كتير المرادي. حاجات بسيطة. بصوا كان عنده التلات ترابيزات دولت هو يعني كان ساعتها مشغول مع حد فمعرفتش اجيب منه الاسعار فممكن بقى تتواصلوا معاه عن طريق التليفون لو حابين تسأله عن سعر اي حاجة. المراية دي كمان كانت حلوة قوي. انتم عارفين بيتر كل اسبوع بيفرش شغل حلو جدا وبياخد مكان كده مساحة مميزة وبيفرشها بطريقة كويسة. فبتبقى دايما ملفتة للناظر ده. يعني انا شخصيا اول ما بدخل السوق بدور عليه. آآ يعني هو مش بيتر بس هو اكتر من حد آآ خصوصا بتوع اللي بيفرشوا قطع موبيليا. آآ بيحطوها بطريقة ملفتة للناظر. بس بيتر بيعرض بشكل حلو. آآ يخليك لازم تتعدي عليه تبص على الحاجات اللي عنده. آآ بيعجبني قوي في كده. هنا بقى عند عام رجدي. عام رجدي بقى عنده كل القطع النحاسية. يعني تعتبر اكبر فرشة نحاس موجودة هناك. هي كده ويعتبر الشغل قليل فيها على فكرة هو بيكان كل اسبوع بيبقى اكتر من كده بكتير. آآ ما شاء الله يعني عنده حاجات آآ جميلة جدا وحاجات كتيرة واسعاره بتبدأ من اول خمسين جنيه. بصوا كمان قدرت الفول دي كان شكلها حلو قوي. آآ دي ممكن ناخدها في رمضان تدي دي كور حلو قوي في البيت. دي سعرها تلتمائة وخمسين جنيه. يبقى شكلها ظريف جدا لو اخدتها ككدعة دي كور تحطيها في بيتك في آآ طول شهر رمضان بدي شكل حلو قوي. بصوا جميلة جدا. يعني اكتر الحاجات اللي لفتت نظري عنده. آآ طبعا بقى ست الكل آآ ست مبراهيم آآ لازم نروح عندها ونشوف ايه اللي موجود عندها وايه جديد. وانا قلتلكو اكتر من مرة ما ينفعش تنزله سوق ديانة من غير ما تعدوا على ست مبراهيم. يعني على الاقل خالص آآ يعني تستبحوا كده بالوش البشوشو بالضحكة الجميلة اللي هي بتقابلكو بيها. بصوا كان عندها الصينية دي نحصة احمر خمسة كيلو ما شاء الله جيتها مسكها يعني تقيلة تقيلة يعني. آآ ودي كان سعرها الفين جنيه من الحاجات المميزة عندها. آآ بتقيلة بجد حلو قوي. هي بتقول لي عليها اسمها قروانة مش صينية. آآ بصوا كمان عندها الحاجات الصغيرة بقى النحاسيات الصغيرة دي. مبراهيم يا جماعة بتبقى موجودة قدام سينيما ديانة على طول دي العربية بتاعتها آآ بيبقى علي منا كشك وعلى شملنا سينيما ديانة. اوكي? هجيب لكم الكشك دلوقتي وهجيب لكم سينيما ديانة. ده الشغل اللي موجود عندها. ده الكشك اهو والسينيما على الشمال. هي في النص. طبعا ما ينفعش تروحوا وسوق ديانة من غير ما تعبدوا عليها آآ واللي يعدي عليها من متابعين يا ريتي سلم لي عليها آآ اول ما تنزل السوق على طول لازم تعدي على ستة مبراهيم هي قد ايه ستة باشوشة وقد ايه هي انسانة خلوقة جدا 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 وهتتبسطوا جدا من التعامل معها. وهتحبوها زي ما انا بحبها بالضبط. مكملين بقى كده. بصوا الشارع اللي هو عند سينيما ديانة ده يا جماعة هتلاقوا. آآ هما آآ الشوارع بتاعتها في يمين في شمال في شرق وفي غرب. يمين وشمال وشرق وغرب فيها فروشات. هتلاقوا فرش كتير جدا. كل تحفو انتيكات. يمين شمال شرق غرب. يعني هتقف في النص كده. يمينك شارع في شغل. شمالك شارع في شغل. شرق وغرب في شغل. فده ده بس هنا عند سينيما ديانة. بعد كده في شوارع جانبية برضو بيبقى فيها ناس قعدة. ما تنسوش ان في عملة وبيبقى في كمان آآ آآ احجار وبيبقى في فضيات وآآ كمان بيبقى في كتب. كل الحاجات دي بقى هتلاقوا الشوارع الجانبية كلها مليئة. في كمان آآ شفتوا الاربع ابجرات اللي عدوا دولة تشكلهم تحفة بالترابيزات بتاعتهم. بس الاربع ابجرات حلوين جدا. اتنين واتنين. الاربع بصراحة جمال جمال جمال. ترابيزاتهم كمان حلوة. يعني دي اكتر حاجة كانت مميزة في الفرشة اللي قدامنا. ده بالنسبة لي انا. آآ برضو تليفون جده. جميل جدا. حلوة قوي. ببقى مبسوطة جدا اللي ببشوفه. آآ بص كده خلاص دي كانت آآ آخر آآ فرشة نصور عندها. يارب بتكون جولة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم. تعملوا لايك وشير للفيديو. لو اول مرة تشوفوني. تعملوا سبسكرايب للقناة. وكمان ما تنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك. وعلى انستجرام وعلى تيك تاك وعلى التليجرام. وكل الينكات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. آآ ما تنسوش السوق يا جماعة. سوق السوق دي انا بيبقى يوم السبت بس. اشوفكم بقى في جولة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.